حديث النهاردة ده هو متكرر وبنعيشه في حياتنا وشواغذين بلنا من قد إيه الموضوع عميق يؤذيني ابن آدم يسبو الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار معنى الحديث بصفة عامة وفكرة معنى يؤذيني ابن آدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بيده الأمور فأمره أمان وقضاؤه حكمة وتدبيره رحمة جعل الأمور تسير بقدر والإنسان يسير إلى القدر وما خلق الله أمرا إلا بقدر مصداقا لقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وأصلي وأسلم على صفقة الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله خير من عبد وخير من صلى وخير من قام وخير من وحد وخير من دع وخير من عرف الناس برب الناس اللهم صلى وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله ومن تمسك بهذه واكتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد كما تفضلت في هذه المقدمة أن الأحاديث القدسية فيها من المعاني الجمة التي يقف الإنسان أمامها وقفة متأمل المتأمل والمتدبر بل والذي يغوص في البحار ليستخرج منها اللآله وكلما قرأ الإنسان حديثا وتدبر في معانيه كلما خرج بمعاني جديدة ولو ظل هكذا يعيش بهذا المعنى والله لكان هناك استمرار لهذا التجدد الحديث الذي تفضلت بذكره هو حديث خرجه الإمام البخاري ومسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يؤذين ابن آدم يصب الدهر بيد الأمر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار هذه رواية الإمام البخاري ومسلم هناك رواية أخرى عند الإمام المسلم تفرد بها فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله تعالى يقول يؤذين ابن آدم فيقول يا خيبة الضغر فلا يقولن أحدكم خيبة الضغر فأنا الضغر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبطتهما وهناك لفظة أخرى تفرد بها الإمام أحمد في مسند أن الله تبارك وتعالى يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الضغر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك بهذه الأحاديث التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة بهذا البدء يؤذين ابن آدم والحديث يحتمل عدة ألفاظ تحتاج إلى تبسيط معنى الإيذاء أنه الإيذاء هنا بمعنى السب يؤذين السب والشتم والذم يؤذين ابن آدم والظهر هنا أي الأيام والليالي وهي بمقاليد الله عز وجل وأيضا حينما ننظر إلى قولة الله عز وجل في هذا البدء العجيب يؤذين ابن آدم فمن أنت يا ابن آدم حتى تؤذي ربك ومن أنت يا ابن آدم حتى تسب ربك والسب هنا أنه وصف لله وصفا لا يليق بالله عز وجل فمن أنا وقل لي إنما هو ملك لله جل وعلا وحياة بيد الله عز وجل وهو القائل في القرآن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ولذلك يقول القائل نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا وليس الذئب يأكل لحم أخيه ويأكل بعضنا بعضا عيانا كأن الإنسان إنما ينظر إلى هذه الأقدار التي تسير على هذه الأرض فجعل الله عز وجل غاذا فقيرا وجعل غاذا صحيحا وجعل غاذا غنيا وجعل غاذا مريضا وجعل هذا فعلية القوم وآخر في كذا وهكذا ومقادير تجري بين الناس مصداقا لقول الله وتلك الأيام نداولها بين الناس إنما هي من العبر التي لابد وأن يتأمل الإنسان في مجريات هذه الحياة لماذا خلق الله الحياة لماذا خلق المرض لماذا خلق الضعف لماذا خلق جعل الفقر والغنى أمور كثيرة جدا بين الناس وما على الإنسان إلا وأن يقول كما قال الله عز وجل في أكثر من صورة في القرآن بدأها ربنا الحمد الحمد لله أن تكون حمدا لا تعترض على حكم الله ولا تجر من حكم الله ولا تسب الضغر ولا تسب الزمان فالزمان والضغر إنما بيد الله وتجري الأمور بقدر الله وما على الإنسان إلا وأن يحسن عبادة الله عز وجل وشكر الله عز وجل بأن يكون متعبدا لله عز وجل بهذه النعم التي حباغ الله عز وجل وأعطاه الله عز وجل إياه بل أحيانا تكون النكمة والبلاء الذي يتعرض له الإنسان إنما هو فتح من الله عز وجل